قايمة يعني خليني أرجع معاكي شوية ممكن للسبعينات كان بديفيد كان كل السياسيين اللي فيها كانوا بيتهاجموا الدكتور أسامة الباز واجه هذا الهجوم ازاي؟ هو واجه هو رجل كان يفعل ما يؤمن به ما كانش بيخاف ما كانش بيقلق هو واجه هذا الهجوم عادي جدا كان الصوره مرفوعة في المطارات في سوريا وفي بلاد كتيرة جدا من الدول العربية أنه هم مطلوبين وأنه هم كذا وكذا لكن بعد سنين التاريخ بيحكم وعجلة التاريخ لما بتدور بتكشف أمور كتيرة جدا للناس كان مؤمن هو بأن السلام هو الخيار الوحيد على حل القضية الفلسطينية طبعا أكيد عشان كده هو يعني قد في هذا الملف كتير وكان شريك فيه من العاملين فيه وبعد سنين أظن أنه ده ثبت بالدليل القاطع لكل اللي كانوا بيهاجموا عملية السلام ومفاوضات كام ديفيد ترجمة نانسي قنقر